أكثر من 15 ألف موقع أثري يستأثر بها العراق ذلك البلد الذي يوصف بالموقع الأثري الكبير الحاضن لأقدم الحضارات في العالم ففي إطار خطته الممنهجة في الذبح والقتل وتنصي معالم الحضارات في بلاد ما بين النهرين بذريعة أنها حضارات وثنية يسترسل تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك مقومات العراق واستغلالها فبعد النفط جاء دور الأثار قرر التنظيم أن يدمر حضارات بلاد ما بين النهرين فحطم في المنطقة التي يحتلها والتي تضم 1200 موقع أثري أثارا أشورية في متحف مينوى في الموصل ودمر في نمرود الأشورية وخر سباد وجرف مدينة الحضار في محافظة نينوى التي تعود إلى القرن الثاني للميلاد بعدما نهب محتوياتها وتاجر بها إذا نحن نحن نحكي عن حضارة بلاد ما بين النهرين هذه الحضارة السومرية تكون موجودة بجنوب العراق حضارة الأشورية موجودة بشمال العراق هنا في هذه المنطقة بشمال العراق بمنطقة نينوى يلي هي وحدة من العواصم الأشورية مدينة أشوري يلي هي معاصمة تانية للحضارة الأشورية مدينة خرصة بد والزيادة عن المدن الأشورية المنتشرة هون في بعض حضارة الحضر حضارة الحضر اللي مش موجودة إلا هون داعش مستهدفين الحضارات الأديمة الأشورية والحضر إذا عم نحكي عن الحضر نحنا فبس ناخد فكرة عن المدينة الحضر هي مدينة بحد ذاتها مصورة بأسوار في بداخلها معبد في بداخلها أصور وفي بداخلها منحوتات كتير كبيرة هذه المدينة لأنها فريدة من نوعها صنفتها اليونسكو على ليحة التراث العالمي بالثمانينات القرن الماضي اللي عم بيعمله داعش عم بيبيد الموجود وتاريخه عم بيقتل منطقة العراق كأنه الشي عم بيقوله هو من قبل ما في حدا ومن بعد ما رح يكون في حدا فمن أول ما وصل داعش سرقة الأسار موجودة من قبل بس منا موجودة بيطابة كمية النهب يلي صارت وقت وصل داعش لأنه داعش فتحها البواب وحطت علي ضريبة الخمس داعش إذا عم بيعمل عملية التدمير بهيدا الشكل هو لأنه عم بيغطي على جريم يعملها سابقا وهي السرقة سابقا قبل ما يفوت يدمر داعش عم بيسرق من المستفيد إسرائيل ما بعرف أنا إذا إسرائيل هي عم تشتري أو أفراد من إسرائيل عم تشتري وبتحط القطع عندها وبعد 40-50 سنة فجأة بتبرز القطع يحاول داعش هذا المسخ المفكر أن يستعرض عضلاته إعلاميا لينشر الرعب في قدرته على التدمير هو لحد يتهلأ ولا مرة أعلن شو عمل بالأثار صار لنا أسبوع بنسمع كل يوم شو عم بيفجر موقع كل يوم موقع كل يوم منطقة ولا مرة هو فرجينا بعد شو عمل عم بيعمل حرب نفسية إذا عم يحكي عن موقع نينوى بيفرجينا السيران المجنح على بوابة نرقال بيدمر هون سيران المجنح بقاعة العصر بقاعة العرش شو صار بباقي قاعة العرش ما فرجينا بيفرجينا قاعتين من قاعة متحف الموصل وين باقي القاعة وين القطع الموجودة بباقي القاعة ما منشوف عم بيدمر موقع نمرود صح ليش كان في عنده ليش الصور الجوية بيّنت إنه كان عنده مركبات واقفة بالموقع قبل بأسبوعين من عملية التدمير شو اللي بيثبت لي ليش ما بيفرجينا بالصور الموقع قبل ما هو يجرفه أنا بدي أعرف قديش سير ناع داعش قبل ما يجرف إبادة ثقافية أو كالتشرال جينوسايد يحاول داعش فرضها بتدميره التراث والحضرات لمحو التاريخ والشعب لكن الأهم أنه يمكن محاكمة داعش كأفراد عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي لأن الممتلكات الثقافية تحميها اتفاقيات دولية مثل اتفاقية لاهاي للنزاعات المسلحة والعراق وقع هذه الاتفاقية عام اربعة وخمسين فهل تنصف اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية العراق أم لن تكون سوى حبر على ورق دارين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر